النايلي دعا ذوي الشهداء الذين لم يتم المصادقة عليهم إلى تقديم طلب وتأييد من جهة رسمية يثبت استشهاد ذويهم في جبهة القتال من أجل احتسابهم شهداء بتسمية شهداء الحجد الشعبي هي هيئة الحجد الشعبي ولكن أي مواطن لم يتم المصادقة عليه في هيئة الحجد الشعبي يمكن أن يقدم لمؤسسة الشهداء طلب ننظر بطلبه وبالتظلم مالته وبالتالي نحن نحتاج قضية واحدة فقط نحتاج جهة رسمية تؤيد بأن هذا الشخص كان محاربا لتنظيم داعش وكان منضما لصفوف القوات المسلحة أو القوات الأمنية أو القوات الحجد الشعبي أو العشائري وبذلك يتم احتماد هذا التأييد من قبل هذه الجهة ويتم احتسابه شهيدا فأي مواطن ممكن أنه يراجع مؤسستكم الإعلامية يأتي إلى مؤسسة الشهداء فقط يقدم طلب وحتى لو يقدم الطلب عن طريقكم يصل إلينا ونحن نتبنى هذه القضية وهذه مسؤولية في أعناقنا خدمة الشهداء والمصادق عليهم وإيصال الحقوق لهم